كرة وليد أزارو مثلا ودي حاجة غريبة جدا يعني يعني انت ما شفتهاش ولا قاصد ما تجيبهاش ولا ايه الهدف من انت ما تجيبهاش مثلا ليه ما تجيبهاش يعني حاجات برضو ممكن تخليك تستغرب بعض الشيء يعني كرة ازاي دي مثلا يعني احنا مش هستعمان حد يعني محدش هستعمان مثلا انا عايزك تشوف الدفع اللي ورا ممكن يكون ده محمود متولي يعني هو محمود متولي مع وليد أزارو هل دي ما شفتهاش مثلا ياسيدي قولي هي بنلتي ولا مش بنلتي هاتها على الاقل يبقى الناس شايفة ان انت بتجيبها ورأيك انها مش بنلتي مثلا يعني هات الدفع بس وقف عندها سنة الادين الادين بتاعت محمود متولي لو تلعبت الكورة هيقولك ما هو وليد اذره لعيبها النهاردة احمد الغندور بيحسب كورة زيها بالزبط بنلتي لصالح سموحها اللاعب برضو شهاته الكورة وراحت المرمى وبعدين حصل تهور من لعب مصر المقصر فيه تهور دفع ولا لا فيه دفع فوسط وليد اذره ولا مفيش يعني فيه لامسه دفعه وبعد كده الراجل ساب اديه مش دي المشكلة دي حاجة تقديرية ممكن اساسا يعني ترجع لجهات جريشة يقولك دي حاجة تقديرية حفتها ما شفتهاش حسبتها ما حسبتهاش دي حاجة تقديرية مفيش مشكلة في ده خالص يعني لكن انت مبتجيبهاش اصلا يعني انت مبتذكارهاش اساسا يعني نرجع لكورة الهدف اللي اتلغى بتاع وليد ازارو وكان فيه منقشة ما بينه وما بين كابتن سامير عثمان هنا مبارح والراجل بمنتهى الوضوح قال لا انا شايف ان هي هدف مش صحيح وان فيه خطأ تم ارتكابه من كلبالي اوكي لصالح ريتشارد اللي هو المدافع بتاع الاسماعيلي احساس الشخصي ان فيه استعجال بالصفارة من كابتن جهاد جريشا كان على اثر فولين عملهم قبل الكرة دي على طول كلبالي في نفس الشود ده مع مدافعين الاسماعيلي فقال لك خلاص يعني المعملية متكررة ففاول ورا فاول يبقى دي كمان فاول الغريب والعجيب ان انا نفسه اعرف برضو كل المحللين للحالات التحكمية في الاستدادات التحلالية قالوا ايه على هدف المصري يعني كلهم قالوا ان الكرة دي فاول كلهم قالوا ان الكرة اوه بقى الصورة كده افتكروا الصورة دي كويس ركزوا فيها كويس قوي ويا سلام يا سامير بقى لو تجيب لي جول المصري بس يقطع النص يعني هات اللي اتنين يحبوا مع بعض هات اللي اتنين كده وقل لي قل لي كخابير تحكيمي او محاضر دولي او راجل اه ليك خبرات تحكمية ايه الفرق ما بين السرطين او ايه الفرق ما بين الحالتين هو لحد يا سامير يجيبهم الاتنين اساسا ممكن يكون طلع روحنا فانا شايف ان ده التحام طبيعي جدا والتحام في الهوى بشكل كبير جدا وواحد راكب الكورة بشكل كبير اه ايه الفرق ما بين ده وده يعني بص حضرتك هتبص تلاقي ان الاتنين قريبين جدا من بعض ده جول وده اسست مش جول يعني ما راحتش جول على طول دي تتحسب فاول وده ما تتحسبش فاول مش دي مشكلة يعني حاكم اللقاء شاف حاجة هنا وحاكم اللقاء شاف حاجة هنا مش مشكلة ممكن تبقى حاجة تقدرية والفاول بالنسبة له هو قانون ولوايح وكل حاجة لكن في النهاية ممكن ما يشوفش دفعة ما يشوفش ايد التاني شافها لكن انت كمحلل او كراجل بتحلل حالات تحكمية قلت على دي فاول وقلت على ده يقول صحيح ليه يعني ايه الفرق ما بين دي ودي القانون واحد يعني عادة الحكم اللي بيدير اللقاء ممكن يختل عليه الامر شوية يشوف دفعة التانية ما شفهاش ايد لمست في ثانية انت ما لمحتهاش ما فيش مشكلة لا خلي الاتنين يا سامير لو صبحت خلي الاتنين بعد يا ازنك الاتنين في نفس اليوم اتنين اغسطس 2018 الكورتين دول في نفس اليوم واحدة كانت الساعة 6 واحدة كانت الساعة 9 الناس اللي طلعت تحلل الحالات التحكمية طلعت حوالي الساعة 11 بالليل قالوا على دي جول وقالوا على دي فاول اسئلة بتبقى محتاجة توضيح اسئلة بتبقى محتاجة توضيح الرأي العام كله بيتفرج الرأي العام بيتفرج ولو عايزين يعني تطوير للعبة ارجع لي يا سامير لو سمحت لو عايزين تطوير للعبة لو احنا عايزين تطوير للعبة بلاش التليفونات الداخلية يعني ما تتفقوش على رأيي يعني بلاش التليفونات الداخلية وممكن تشاركوني فيها لو انتو بتشتركوا مع بعض في التليفونات الداخلية يعني بمعنى ان اثناء الماتش بيكتصلوا ببعض هم التلاتة او هم الاتنين بيكتصلوا ببعض شاركوني فيها يعني كلنا ما هممكن أن بنطلع كلنا مع بعض يعني على الأقلاء اللي أطلع معاكم أوعيدكم أن أنا أقول زيكم بالظبط يعني زي ما أنتو عايزين أنا أقول بس شاركوني في الرأي برضو يعني قولولي أصلي مش ممكن الصدف دي عجيبة غريبة يعني كابتن محمد معروف هو اللي قدر مباراة المصري والجونة كابتن جهاج جريشة هو اللي قدر مباراة الإسماعيلي والأهلي أو الأهلي والإسماعيلي اللي اتنين اختلفوا مستحيل مستحيل يكون اللي بيحلله بيتفقوا كل ده مية في المية كل الحالات كل عمروكم مية في المية يعني الاسكريبت اللي بيتوزع عليكم وزعوا ورقة منه علي مفيش مشكلة وهقول زيكم برضو يعني هقول زي ما أنتو عايزين بس بالشكل ده يعني احنا بنتكلم نسيبك من خبارات لعبة واسيبك من كلام يعني كل ده كل ده مش مشكلة لأن انت بتتكلم في قانون تب دي ايه تب انت ما تجيبش اللي اتنين ليه تب تقول على دي فول وتقول على دي جول ايه اسئلة محيرة شوي الجول بتاع النادي الاهلي مبارح برضو قالوا عليه افسايد يعني قالوا عليه تسلل الناس اللي بيحلله المطشاط او بيحلله الحالات التحكمية قالوا على جول النادي الاهلي اللي احرازه محمد شريف مبارح تسلل قالوا ارتدت من جسم حسني عبد الرب تمام وخلي بالك يعني احنا هنبقى في منطقة جدلية هنا هنبقى في منطقة جدلية ليه لا احنا اساس التحكيم ولا احنا خبراء تحكيم ولا شاركنا عمرنا في الامور التحكمية في حياتنا بس عندنا صورة وعندنا زاقرة كويس يعني عندنا صورة وعندنا زاقرة كويس بنفتكر كويس جدا انا عايز لقطة بس هنا عشان تفصل الموضوع بصوا يعني لا لسه انت بتعيد عشان عليها هابني انا عايزك انا عايزك تشوف اه وهي بتتلعب من وليد ازارو حسن عبد الربو رايح يلعب الكورة ولا هي جات في حسن عبد الربو هو واقف تمام كمل كمل حسن رايح يلعب الكورة حسني رايح يلعب الكورة سيبك من اللي واقف وراء ده مغطي ولا مش مغطي عشان عمل لك خط كده وهمي وخط مش عارف ايه وقال لك الكورة اول ما جات من وليد ازارو ده لعبة ومحمد شريف في موقف تسلل قفن 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 لأ يعني اول ما قال لك قفف قف بصة انا عايزك تشوف حسن عبد الربو رايح يلعب الكورة رايح يلعب الكورة مش في نيته خلص انه هو واقف يعني ارتدت الكورة او من حرفت الكورة ما تنطبقش على حسن عبد الربو في القانون القانون بتاع 2018-2019 المادة 11 الخاصة بالتسلل بتقول ارتدت او انحرفت الكورة لا هي ارتدت من حسن عبد الربو هنا ولا حرفة من الكرة من حسن عبد الرب حسن الرايح يلعب الكرة ده الفيفا 2018-2019 قانون كرة القدم 2018-2019 مدى 11 او قانون 11 اللي هو خاص بالتسلل القانون الخاص بالتسلل بيقول ايه بيقولك الحصول على فرصة من خلال لعب الكرة او تدخل مع اللاعب المنافس عند حدوث التالي تتحسب افسايد عند حدوث التالي ارتدت او انحرفت الكرة من قائمي المرمى او العرضة او حكام المباراة او اللاعب المنافس تعالي هنا تعالي كده يعني ايه يعني ايه الكلام ده يعني الكرة لو ارتدت من القائم او العرضة القائم او العرضة والمهاجم بيسدد ويزميل ليه وقف في موقف تسلل وهي ارتدت من القائم او العرضة يتحسب افسايد وهو في موقف تسلل طيب لو ارتدت من حارس المرمى يتحسب تسلل طيب لو ارتدت من لعب منافس يتحسب تسلل يعني ايه لعب منافس؟ يعني انت واقف في حيطة حضرتك وفيه تزديدة مثلا زي كرة مجدي أفشا النهاردة مثلا يعني الفول الجميل جدا اللي أحرص بأنه مجدي أفشا هدف بيرامدس النهاردة هدف التفوق لبيرامدس لو جات في الحيطة وراحت لواحد متسلل من لعب بيرامدس هو ده اللي أنا أقصده لكن واحد في نيته أساسا إن هو يلعب كرة يلعب يشارك في اللعب مشارك في اللعبة هي ما ارتدتش منه ولا انحرفت منه انحرفت يعني ايه؟ ألش بلغتنا كده بلغة الكرة ألش الكرة يبا دي انحرفت منه أو ارتدت منه يعني هو واقف أصلا هو واقف لكن لعب مشارك في اللعبة لعب مشارك في اللعبة في أثناء اللعبة وهو بيلعب أو في نيته اللعب جات في الكرة يبا كنا ما ارتدتش يا بكبات كده ما فيش ارتداد منها كده الرجل عايز يشارك عايز يمنع القورة عايز يشارك في القورة عايز يخدها عايز يطفشها عايز يلعب قورة باتوا في المهاجم البرازيلي المعروف جدا في 2006 أو 2007 مش فاكر أو بالضبط اللقاء ده كان يوم ايه مع النادي الاهلي في كاس العالم الاندية وهي اكبر المحافل الدولية او من اكبر المحافل الدولية حسن مصطفى انا عايزك تشوف باتوا فين هنا ده ايه من اللي لعب الكورة هنا حسن مصطفى هيقولك ما هو حسن اللي لعبها ما هو حسن لو مش مشارك معاه واحد من انترنسونالي اللي بتاخدني برضو زاكرة ده فريق انترنسونالي لو مش مشارك حسن مش هيعمل كده اصلا مش هينزل على الارض هنا لو هنا في مصر هنا كان ممكن يقولك ارتدت من حسن مصطفى لا حسن بيلعب لعب هنا بيشارك في اللعب مشارك في اللعب زي ما كان حسني مشارك في اللعب مشارك في اللعب مشارك في اللعب الكورة اللي وصلت لمحمد شريف مشارك في اللعب